فيلم الأكشن الجديد لتوم كروز Mission Impossible الجزء السابع انطباعه تقييم على الفيلم بدون حرق رحلة جديدة لهانت وفريقه لتعقب سلاح جديد ومرعب رح يمحي البشرية لو يقع في الأيدي الخطأ لكن للأسف هذه المرة هانت رح يواجه عدو ما رح يتوقعه وبنفس الوقت ما رح يكون سهل بالنسبة لي أول حاجة ما يحتاج أنك تابع الأجزاء اللي قبل عشان تابع هذا الجزء لكن الأفضل أنك تكون شايفة الجزء السادس اللي هو فول آوت أنا من عشاق الأفلام اللي فيها تفاصيل والفيلم هذا قدم لي سرد لمغامرة جديدة كانت محبوكة ومحكمة من جميع النواحي لو نتكلم عن الأداء التمثيلي فكان جدا ممتاز تقدر تلاحظ الكيميستير الرهيب بين طاقم التمثيل مشاهد الأكشن كنت طمعان فيها كنت أبغاها تكون أطول وأكثر بنفس الوقت لكن هذا الجزء كان يركز على الدراما وكان يركز أكثر على اللحاق والهروب مدة الفيلم ساعتين وخمسة واربعين دقيقة ويعتبر شوي طويل لكن ما كانت فيه أي فرصة أنه ما يختصره كل مشهد بالفيلم كان مهم خصوصا الحوارات فيه أخطاء في المؤثرات والتصوير لكن ما تتلاحظ وما تعيب الفيلم أبدا والفيلم كان يخراجه بطل من يخراج المخرج كريستفر مكويري اللي يخرج الجزء الخامس والجزء السادس من نفس السلسلة اللي كان الأفضل بالنسبة لي جدا متحمس لتكملة الرحلة في الجزء الثامن والأخير واللي رح ينزل في الشهر السادس من سنة 2024 وأخيرا تقييم الشخص لفيلم Mission Impossible Dead Reconing Part 1 وثمانية من عشرة السلام